وصف القيادي البارس في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي عودة تيار صدري بزعمة مقتدى الصدري إلى العملية السياسية مجددا بعد مقاطعة امتدت لعامين بأنها إيجابية ولا تثير مخاوف أو قلق خصومها وقال الأسدي الذي يشغل منصب وزير العمل بحكومة السوداني ويرأس كتلة سند في الإطار التنسيقي إن صدريين لهم حضور سياسي وشعبي وكانت لهم مشاركة فاعلة في مجلس النواب وفي جميع الحكومات التي تشكلت منذ سنة 2005 وصولا إلى حكومة مصطفى الكاظمي وأضف أن الحكومة التي لم يشترك فيها التيار الصدري بشكل مباشر هي حكومة السوداني الحالية وغيابه ليس حال إيجابية معربا عن تطلعه لعودته إلى ممارسة دوره السياسي كما يمارس دوره الاجتماعي ليكون جزءا فاعلا في عملية البناء التي انطلقت بعد تشكيل الحكومة الحالية بحسب تعبيره